هذه نقطة مهمة جدا كنتي للسعز الحضرتك عنها احنا عندنا خطة اسمها يوكو هاما داشتنا رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو أبي في 2019 لدعم المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر أهمية عرض هذه أو الإنجازة التي حققته والذي حققته مصر في هذا الإطار في هذا المؤتمر هو طبعا المشروعات الصغيرة المتوسطة هي ألية مهمة من أليات صناعة التنمية وكان هناك طبعا علاقة ود جيدة ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء السابق شينزو أبي وكان هناك مشروعات متعددة يعني كمان أذكر إضافة لما ذكرت حضرتك مشروع المدارس اليابانية اللي موجود بالتالي نجمع اليابانية احنا عندنا تاريخ احنا بنحب اليابان لأن اليابان من الدول اللي ما عندناش معاها ذكريات أليم احنا لما بنتذكر اليابان بنتذكر الأبرة الصقافة بنتذكر مستشفى أبو الريش للأطفال اللي بتعالج الأطفال بنتذكر كبر السلام اللي اليابان كانت شريكة لنا في كبر السلام اللي بيعبر قناة السويس بنتذكر مشروعات حالية المخط المترو الأنفاء الخط الرابع اللي يتم بالشراكة مع اليابان أيضا المتحف المصري الكبير بالتالي فهناك ارتياح ما بين الشعب المصري بيحب الشعب الياباني ونتصور أن الشعب الياباني بيبادله نفس الشيء احنا لدينا بالفعل علاقات اقتصادية كبيرة وتاريخية يعني أنا عايز أقول أن فيه أكتر من 66 شركة بتعمل في مصر المنتج الياباني سواء المستورد أو اللي بيتم في تصنيعه في مصر احنا بنحبه يعني كمصريين دايما الأجهزة الكهربائية اليابانية بالتالي فهناك أرضية مهمة جدا للعمل المشترك مصر اللي دايما يتعاون مع اليابان وهناك خطط مستقبلية مستقرة وأنا عايز أقول مش اليابان بس حتى بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نحن لدينا الكثير من الخطط مصر عندما تذهب إلى القمة في تونس لا تبدأ من فراغ لديها بالفعل علاقات جيدة ما بين اليابان وما بين كل المشاركين في القمة الأمور واضحة جدا هي القضية النهاردة إزاي نكمل إزاي أن تداعيات كورونا غيرت من المشهد كيف لنا أن نطبق ما سبق الاتفاق عليه في ظل ظروف جديدة وتحديات جديدة وعالم متجدد هذا الأمر اللي هو مطروح حاليا على هذه القمة